اظن كل يبحث عنه هذا التيب هذا هو التيب اسمه نانو ابسيرب تيب صراحة هذا شي صراحة انا ابهرني صراحة ابهرني المهم ما بطول عليكم شوفوا شو يسوي هذا التيب وفي اخر الفيديو بعطيكم بعض المعلومات عنه المهم ما موين تشترونا وكم سعار وكل شي خليكم مع التجارب السلام عليكم يا اخواني حاليا ما نجرب حمل هذا الانترلوك بهذا اللزق بنحاول نلزق على الانترلوك هذا ونوقفه في الجدار ونبدأ ان شاء الله هاي اول تجربة ما نشوف قوة هذا التيب نحطه من هنا لين هذا هو التيب اللي سويناه حاليا على الانترلوك هذي ما نشوف هل ان التيب هذا يقدر يشل هذي الحبة من الانترلوك خلونا نشوف الحين حاليا منحاول لحنا نلزق في هذي الجزء من الانترلوك وهذه الانترلوك ما نشوف هل يقدر يستحمل ان التيب هذا ان يشل هذي الانترلوك نحطه هنا انتبته شوي هذا هو ثبتنا حبة الانترلوك في في الجدار و حاليا بعد من يب انترلوك ثاني ومن جربة فوق هذا هذا ما دي والله يمكن تغريبا ما دي والله كم وزنها بس ما نشوف كم لحد كم يقدر يستحمل هذا التيب شوفوا تو انترلوك بعد نزيده ما نشوفه كم يوصل هذا الحين كم حطينا حينها يمكن تغريبا كيلو او كيلو نص والله اعلم ما نشوف لين ثلاث شوفوا تيب واحد فقط والله عجيب هذا التيب ما نحط كم ثلاث حطيه ثلاث حاليا وبعده مستحمل وبعده مستحمل بس كفاية عليه يعني وحدة وحدة ثقيلة تراه والله هذي هذي مو ثقيلة يعني شوفوا ثقيلة هنرجعها هني ونخليها بنخليها بهالطريقة هذي حاليا اخواني منجرب هذه الطريقة في المطبخ بناخذ قطعة من اللزق هذا ومنجربه في المطبخ خدت هذه القطعة الصغيرة ومنحطها هني في المطبخ شوفون هاللزقه هذي حطيتها في المطبخ حاليا أو منحاول نشوف شو الاستخدامات اللي نقدر نسويها في المطبخ هذي طال أنا حطيت قطعة صغيرة هني حاليا حطيت قطعة صغيرة لأنها تكون سامبل شوفوا هالقطعة هاي اللي حطيت أنا يعني بسيطة صغيرة سامبل عشان بس أراويكم عندنا 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 نستشين نقدر نستشين نستشين بهالطريقة هذي عندنا خاشوقة أو ملعقة نقدر نستشين بهالطريقة هذي نزيل وتقدر بعد شوه أنك أنت تشلها بكل سهولة تشلل لهذا ويرد هذا نفس الطبيعي تقدر تستخدم مرة ثانية شو بعد من الأشياء اللي نقدر نستخدمها عندك مثلا مقص تقدر تحطيه هني شوفوا ثابت أنزين أخبركم شي ثاني دي بموان نحن في المطبخ أراويكم شوفتوا الحجر هذك اللي حطيناه لحد الآن ثابت شوفوا وهذا موجود تقدرون تستغلونه كذا مرة أنزين إشي الأحجام كبيرة صغيرة حتى تحطها تشديد بيشلة شوف حطيته بس شكل عشوائي وشلة هنزين هذي الطريقة بس نبقى شي ثقيل أعطينا شو خلنا نجرب هذا هذا الله يستر أنزين خلنا نجرب هذا لازم يكون متساوي لازم يكون متساوي السطح يا أخواني لازم يكون متساوي مثلا لازم يكون متساوي عندنا هالكوب خلنا نجرب عادي بتم إذا هذاك الحجر إذا هذاك الحجر ضل حد الآن وهذا بتم عادي تشوفه شي شلة قلهم هذي الاستخدامات في المطبخ واستخدامات حتى الحجر لحد الأم شاء لنه بعدها صامت رحنا ورجعنا وبعدها صامت من الاستخدامات أيضا اللي استخدمت أنا شوفوا الصور هاي الأشياء التذكارية كلها عن طريق هذا اللزق اللي أنا خدته تقدر أشياء كثيرة مثلا في البيت تقدر تستفيد من هذا اللزق وتقدرون تشوفونا في الانترنت أشياء كثيرة كثيرة براويكم بعض الصور كيف تقدر تستخدم هذا المنتج رجعنا لكم يا أخواني من وين تشترون هذا وكم سعارة هذا موجود في Amazon.com وفي AliExpress.com هذا كل موجودة ولكن سهلة في Amazon.com أنا اللي شتريت من هناك 57 درهم 57 درهم أوكي في AliExpress تاخذ ثلاث حبات من هذه ثلاث 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 ربطات نزين بثمانية وخمسين درهم مع الشبينغ وهذا يقولك يا موين من الصين يعني موين أنا غلطان لأنني ختم من Amazon ألا أنا مبني أنا غلطان أني أنا ما بحث لا في Amazon ولا في AliExpress ولكن اللي حاب يشوف هذا اسمه موضح لكم بالشاشة يبحث في Amazon ويبحث في مواقع أخرى وفي AliExpress أنا صراحة ما سوي لدعاية ولكن من بهر فيه وأتمنى هذا المقطع الفيديو نال على عجالك وتستفيدون من هذا وشكرا لكم عن متابعة تحياتي لكم محمد الكتبي